بسم الله الرحمن الرحيم يلا دكتور واحد اتنين تلاتة قديله اوقف اوقف ايه ده ده بيقول دراع يا دكتور يا دكتور جميل ما انتعارف القلبه هو مركز الاحساس بتاع الجسم كله يلا تاني يلا واحد اتنين تلاتة قديله اوقف الله اكبر الله اكبر انا عارف ومتأكد انت احرف خبير مفرقعك في الشرق الاوسط شكراً يا بطل أنا مش عارف عقلي إزاي خلانا شك فيك لحظة واحدة والله يا أفندم أنا اللي مش عارف إنت إزاي شكت فيها إنت عارف فك القنابل ده بالنسبة لي زي تدولي العربية كده 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 الحمد لله حمد لله عدت على خير قدينا خلصنا من الأولى عبالة تانية تانية؟ أيوة مديس صغيرة خلصنا منها في واحدة كبيرة جوا همتك معانا يا بطل دراعي مخلوح يا عالم دراعي مخلوح يا سيدي خلاص عرفنا أنه دراعك بقى مفزتش في الموضوع وبعدين كدت تقول من الأول خلاص يا جميل ثواني بس يا مستر وصيم تكة والمونة تبقى جهزة وآخر حداوة ياتني يالله الراجل بينزك مني امسك يالله سامي ناولي قدي بقى على الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلي عن نبي آه 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 أظن كده حلو قوي آه 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 الله ينور عليك يا ستا جميل الله ينور عليك أنت يا ستا وسيم دكتور وسيم عندي حيلة هايبرتنشن ألف السلام عليكي مش فهم دي حاجة يعني عندك أنت شخصية ولا يعني حد من الموارد أنا مش فهم منك أي حاجة لا يا تقريباً عايزة تستأذن وتروح هايبر بس هي بتقولها وهي تنشن شوية معقولة يا مونة عايزة تروحي تعملي شوبينج دلوقتي وكمان متنشن علينا لا طبعاً هايبر إيل تروحي الدنيا زحمة جيداً براً يا دكتور وسيمة عندي حالة حالة عندها هايبرتنشن يعني دغطه عالي طب ما تكلمينه عربي على طولي أنا مش فهم إيه اللي انجليز اللي انت لازق فيه ده أنا على فكرة كنت تطبه عربي دي حاجة محتاجة تدخلي هايبرتنشن ني ادينه جنزبيل جنزبيل؟ آه جنزبيل ولو ما لقيتوش جنزبيل اددوله كاركاديه أو اددول أه واشرب اللي هو عايزه ما تعرفهناش بقى طبه يا تبه الحان يا تبه يا تبه عايزيننا أخيات دراع الرجل اللي هناك ده انت تخياتي مستحيل طبعاً فاكرة القميس الكارهات بتاعي اللي انت بواصيله ما تخياتي أنا مستحيل أسئبك تخياتي هتولي عدة تخياتة يا يا بسوني حنعمل اي في الكمبيلة حنوقفها ازاي؟ النوع ده أنا معرفش عنه اي حاجة أكيد الموديل ده نزل بعده أنا ما سبت الخدمة هي جزمة طب والحل بصراحة مقدرش اقولك الحل ايه لكن بصراحة كده هتبقى ندالة مني لو أنا سبتك دلوقتي ومشيت لكن هتبقى ندالة في حق نفسي أكتر لو أنا ممشيت شيء تفضلي علبة الخياطة بص علبة الخياطة بتاعتهم حلوة ازاي؟ احنا لسه عندنا العلبة الصفيح بتاعت الحلويات أنا بقولنا خياطه بالأصفر وبالأسود هيبقوا حلوين قوي مع بعض لا 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 أنا برجح لونين تاني خالص أنا بقول اللغدر والأحمر يبقوا قلطف بكتير انت عبت يا جماعة هو أي فاتي وخلاص الراجل بشرته لونها ايه؟ أمحي يبقى نعمل مكسة جوامة اهو منها عملنا له عملية تجميل ومنها لوحة فنية جميلة يبصب بيها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بصدر يا رب رايحيدك 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 اه اه مش قادر حرام عليك وعنس بنج اه بنج قلتلك احنا نقصين حاجة أنا آسف ان انا باجي في وقت مش مناسب وبقطعكوا وانتو بتتوشوشوا بس اكيد الموضوع اللي بتتكلموا فيه مش اهم من اللي احنا فيه لا مش اهم منه طبعا مش اهم المشكلة سعدتك ان القنبلة دي مفيش فيها اي حد تنزولي هنعمل ايه بقى ساعتها لما تفرقع دلوقتي اعتقد يا بسون ان احنا مش هنعرف نعمل حاجة لاننا حنبقى منفجرين ساعتها كل حاجة فينا في حاجة رفو عليك اهو ده تحليل منطقي ايوه بس فيه حاجة تخلينا مش منفجرين اهم ان حضرتك تفوق القنبلة ايوه ايوه فوق بقى فوق سنة ايوه هي دي اه 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 مش قادر اخيرا لقنا حتة نرايح فيها نفسنا شوية انت برضو تعيبت قوي النهاردة مع العيانين يا طبو يعيش الجيش الابيض كل بفضل وقفتك الجنبي هنرسو وانت يا جميل لولو انا اقتردت العيانين اللي في غرفة اللي نعاش هنا كان زمانها مش لقين حتة نرايح فيها مجراش حاجة يا مستر واسيم العيانين يستريحوا الساعتين دول في الكافتيريا يكون احنا فكينا دهرينا ويباشغلنا الكافتيريا برضك دكتور واسيم في حالة مستعجلة جاي وراي وديها الكافتيريا بسرعة ايه يا جميل اللي انت بتقوله ده احنا برضو ملائكة الرحمة خليها تتفضش ماما ايه يا ماما اتخضيت بس عشان شكل حالتها خطيرة قبل ايه يا شوشو ايه اللي جابك هنا تتمحكي ليه انت ايه اللي جابك هنا انت برا المهمة دي ماينفعش تلعبي تلعب تلعب ايه يا دكتور تلعب ايه يا دكتور ايوه تلعب ايه يا قص دي مريدة عندي من زمان جدا كانت بطلة مصر في كرة الصرعة بس انا قلتله لازم تعتزل وفورا يعني ماينفعش تلعب تاني لا انا تعبانة بجد جنبي ليمين واجهني وكل شوية رجع خب تعالي اكشف عليك ايه مين ده اللي اكشف علي طبه طبه طب من بقك ياختي انت مين انت الدكتور وسيم دكتور؟ لا لا خلاص انا مش عايز اتعالي ليه بس يا شوشو في ايه دماغس عادي يا نرسم هنا هتلها ينسون بالعسل وانا اهوامانو اللي انت بتقوله ده يا دكتور معناها الليها زايدة زايدة ايه حبيبتي مش زايدة هي حجمها كده هي مش تقنانة ونبقى يا مون انا مش عايز اي فتي وعموما احتياطي عشان لو طلعت زايدة نشيل العسل من ينسون عشان بيتخن اعمل لها ينسون سادة وانا اهوامانو ده يا منا يا دكتور زايدة دودية ده مرض طب انا عارف ان هو مرض انا بس اتلقبط بدل ما اقول مرض قلت مغس انت عايزة تطلعيني ما بفهمش وخلاص حملالها ينسونه هي هتظبط وانا اهوامانو برضو يا دكتور بس الزايدة مبتعالجش كده اما للزايدة بتتعالج ازاي يا نصحة يالله يا مون زودينها البنج زودينها البنج بقولك سامحيني يا مواما سامحيني غصب عندنا والله هنتكشف الحرباء اللي برا هتكشفنا تتخايف من ايه يا حبه انا الفترة اللي عادتها هنا في المستشفى خدت فيها اكسبرينس جريبة جدا في الطب وبعدين احنا نقل الموضوع بسيط هنفتح لقينا الموضوع سهل وان شاء الله يطلع سهل هنكمل لقيناه صعب هنقفل ونروح وخلاص المفروض نعمل ايه بعد كده الخطوة الثانية اجراء شكوك صغيرة في البطن هه هاتي ماشط طبعا كانت سهلة دي اللي بعده على ان تكون الشقوق اسفل البطن يا جميل طب بتقولي الكلام كله مرة واحدة بتقتل في النص ليه؟ معلاش تليفوني كان بيغاني؟ معدين يعني هنفتح تاني بقى ودمه ترتشى فدايك يا حبه انا بس عايزك تركز وتهدى وتعمل شغل حلو يا طبه يلا مش هبص بقى ماشي كانت سهلة دي اللي بعده؟ على ان تكون الشقوق في الناحية اليومنا يا جميل بقى يا جميل متعدش تقطع الكلام انا خدحت في الناحية الشباب طب ممكن نعدي الخطوة دي بسرعة عشان انا خايفة على ماما قوي انت بتنسى كفية ولا لأ؟ يبقى نعدي الخطوة دي زي ما نرسو قلب بالزبط صح كده هنعرف بقى منين انها ازاي ده مش كاتب الصراحة ايه الكتاب ده يا جميل؟ ده كتاب الجراح الصغير سلاح الجراح ده بالعربي ولا بالإنجليزي؟ لا بالإنجليزي كفايا فاتي بقى يا جميل كفايا فاتي حرام عليك؟ الست متروح مننا هعرف منين انها ازاي ده ده بص على ما اعتقد افتح لو لقيت الحاجة منها اتنين شي لبتانية دي تبقى ازاي ده لوجيك نرسو افتحي جوجل كده شوفي برضو شكل الكابد والكلة والرقة والحاجات دي عشان اللي اعرفوا ان هم مهمين جدا غير كده ولطاشنا في اي حاجة تانية مش مهمة حاضر يا تبو بعشق زكائك على فكرة يا ملك الكبدة دكتور وسيم بيقولك يجب ان تغسل يدك وتعقمها قابل العملية يا جميل ايه المفاجآت اللي انت متفاجاني بيها دي الست متروح مننا بجد اعقم ايدي اهو يا سيدي اهو اهو تمام كده نشتغل بقى الله ينور يا جميل فكرة ان احنا اخوية الجرح دي زكية جدا وما كانتش هتيجي في دماغي موضوع الزراير ده كان هيقلش مننا وهي ما كانتش هتبسط بص يا مستر وسيم موضوع الزراير ده لو كانت اي اكلة زيادة باطنها هتفتح مننا وبعدين احنا ياما خياطنا وتخياطنا مستر وسيم بقولك ايه انا حروح اتويها في اي قوضة وارجعلكو تاني طب خد بالك منها يا جميل لاحسن يجرالها حاجة يجرالها حاجة ازاي بس هيجرالها ايه اكتر من اللي جرالها امك طول ما هي بعيدة عننا هي في امان مش كتر دكتور وسيم في التفلة صغيرة جات عندها تسموا ومحتاجة حقنا في الوليد حقنا في الوليد يعني ايه انت بيش بتقولي انها بنت ايه اللي قبل ده مفضلي ورين ابتدي من ايه ابتدي من ايه ابتدي من ايه كويس انت جيت يا دكتور انت هابانا خالص متخفيش مالك يا دكتور في ايه ايه يلا يا طبه يلا دا عمل انساني يلا يا طبو يلا تديها الحقنة الطفلة مش هتلاقي ايدينا احن من ايديك تديها الحقنة ايه بصعب يلا يا حبيبتي بقى ما تخفيش حددتها للخيف على فكر ايه وصعب انا للخيف بتلاقيش يا حبيبتي هي زي شكة الدبوز بالزبط الامر بتاعنا اسمه ايه كريمة فيه ايه يا دكتور انا مش دكتور طبو بس يا سراء انت عبيتها ولا ايه انت متخيلة بنتنا لو ما كانها واحد عبيت زي هيديها حقنا قدي دي انا مش دكتور يا حبيبتي سلامتك يا كوكي يلا بينا